أكد وزراء خارجية كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على أن دولهم مستعدة للتحاور مع الدوحة ولكن بشريطة التزامها بتنفيذ المطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة لتكون كقاعدة صلبة لمكافحة الإرهاب ولإبداء حسنينية قطر أبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم موقف قوي وثابت للدول الداعية لمكافحة الإرهاب في التعامل مع أزمة قطر لا نرفض الحوار ولكن حوارنا مع الدوحة مشروط بتنفيذ المطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة ضمانا لأمن المنطقة وأمن الدول المجاورة هذا ما أكد عليه وزراء خارجية الدول الأربع خلال مؤتمرهم الصحفي بالمنامة نحن حريصين على كل دولنا الستة أنها الظل عضوة كاملة فاعلة في مجلس التعاون لكن أيضا حريصين على أنه ليس أي من الدول أن تسبب أو تخرب أو تتدخل أو تتآمر على أي من دولنا فهذا الشيء في هذا الموضوع نتكلم اليوم عن دولة قطر وأزمتها التي سببتها لنا لكن فيما يتعلق بالشأن الإجرائي فهذه الأمور الإجرائية يبحثها مجلس التعاون بنفسه وليس في أي إطار خارج إطار العملي للمجلس فأحنا ما قاعدين نسقط أي من المطالب ما قاعدين نستبدل أي من المواقف نفس الموقف بس نقول للعالم اللي يقول لنا أن يجب أن يكون هناك حوار نعم مستعدين للحوار لكن الحوار علشان ينجح لازم يكون على أسس قوية وثابتة وغير قابلة للتراجع ومنها طبعاً الالتزام بالكلمة والالتزام بالتوقيع ما في تفاوض حول النقاط نفسها لأنه ما في تفاوض حول دعم الإرهاب يا في دعم للإرهاب يا ما في دعم للإرهاب يا في تمويل للإرهاب يا ما في تمويل للإرهاب ما نستطيع أننا نقول والله خلوا نقلص دعم الإرهاب ممكن تدعمه شوي بس مو بكثير هذا غير مقبول لازم يكون أسود وبيض في المنطق بالنسبة للحوار أنه دولنا مستعدين أننا نتفاوض مع قطر على تطبيق المطالبات وعلى تطبيق المبادئ إذا كانت قطر جادة ومتزمة لكن يبدو من الواضح أن قطر ليست جادة يبدو أن قطر ليست جادة الوثائق تقول ذلك والواقع يعكس تعنتها والتاريخ يدينها وهي لم تبدي أي نية للتعاون مع أشقائها لوقف دعم الإرهاب حفاظا على أمن دول الخليج والمنطقة بشكل عام نذكر أن في سنة 2013 و2014 قطر تحاورت مع دولنا فمسألة الحوار مع الدول تم مع قطر وقطر وقعت على مواثيق في سنة 2013 و2014 ولم تنفذها فنحن لا نستطيع أن نعيد تكوين العجلة مرة ثانية قطر مرت في مرحلة المفاوضات والحوار وتعهدت ولم تلتزم فالسؤال اللي لابد أن نسأله أنفسنا وتسأله قطر نفسها قبل أن تدخل في أي تعهد جديد هل قطر قادرة ومستعدة وراغبة أن تلتزم بتعهد آخر أو تستمر بنفس نهجها السابق في توقيع تعهدات ونقض هذه التعهدات الحوار هو شريطة التنفيذ الكامل للمبادئ والشروط الثالثاتجر وبالتأكيد أنه ليس هناك أي نوع من التفاوض لأن التفاوض ليس هنا محل أن يتم التفاوض على مثل هذه المبادئ والوصول إلى تنفيذ بعض وليس كل أو العمل على الوصول إلى نقطة التوافق لا تؤدي إلى تحقيق الغرض بشكل كامل غرض سام ومسؤولية كبيرة يبدو أن قطر لم تستوعبها حتى اللحظة فهذه الدول الأربع تبذل جهودا جادة وفق قنوات قانونية صحيحة وتحمل على عاتقها مسؤولية وقف تمويد قطر للإرهاب وإيقاف القتل والتشريد والتحريض الذي تصر عليه الدوحة الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب جاء ليضع النقاط على حروف اجتماعهم السابق في القاهرة إلا أن وزراء الخارجية أكدوا أن لا حوار مع الدوحة قبل أن تلتزم بالمبادئ الستة وأن تطبق المطالب الثلاثة عشر يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرية